السلام عليكم نتمنى شهازة تكونوا بأحسن أحوال اليوم فيديو جديد محسن مع فيديو اليوم الأخت سقصتني هذا السؤال هذا وبغيت نعملها على شكل نصيح سؤالتي الأخت هو أنها تعلمت في الجمعية ولكن لا راضيش على التعليم وتقول لي بأنني بغيان نخدم ولكن لا نعرف كيف نستقل الألوان لا راضيش على الخدمات هذه الخدمات يعجبوني ما نرى في اليوتيوب او في الفيس أما الخدمات هذه السراحة لا تعجبني أعادية أو أقل من عادية كيف تنصحني أسلما كنشكر بزاف هاد الأخت اللي ترحت هاد السؤال هذا وقع البنات اللي يخموا بنفس الفكرات ديال هاد الأخت المهم بغيت نقول لك أنت نتعلمتي فقط الأساسيات ديال التنبات أو الأساسيات ديال أي حاجة ربطة ويعت الحال ما كيكونش فيها أشكل بالسايف ما كيكونش فيها ألوان اللي عاد تعجبك كتخدم بالجوهر العادي راحنا نعرف الفرق شاسع ما بين جوهر ديال سين درهم و جوهر ديال خمسة درهم أو ثلاثة درهم معا استمرارية ومتنا اللي عاد تمزج ومتنا اللي عاد بتاكر يعني أهم حاجة في التنبات هو البتيكر ما كل شيك يعرف يدخل خيط في اليبرة ما كيناش شي وحدا لما كتعرفش يدخل خيط في اليبرة يعني زائد تعمل فيه الجوهره ولكن شن هو اللي كي عجبنا ما بين نباته ونباته هو ديك البتيكر دياله هو ديك اللمسة دياله هو الأشكال اللي كتختاره وخا نجيبوه الرشمة اللي كتكون في اليوتيوب أو الرشمة اللي كتكون في الفيس كتكون متداولة يعني أي قفطان عتشوفو عتقول هده الرشمة فلان فلان هي ولكن هي كتحوله إلى لوحة كيف ما كنقولو فنية باش تعلمو باش تعلمو تمجزو ما بين الألوان طريقة سهلة بإمكانك تحتافظ أي قفطان عشبك في الفيسبوك أو في الانستغرام تحتافظ به والنهار اللي يكون عندك في نفس اللون يعني كتمشي تشوف الألوان اللي استعملتك سيدة هديك وتحاول تعمل قريب الليلة أو تعمل في حالة أو تدخن جوجل أو تطبيق اسمه بانترست كتعمل الألوان هيعطيك جميع الألوان هيعطيك الألوان اللي عيش يومها تقدر نتينا ما تاخد شو فكرة ولكن ما اللي تمشي عنده تبدلك الفكرة دياليوم وهذا هو السؤال دياليوم وكنتمنى إن شاء الله يكوننا الإعجاب ديالكم وأي سؤال كتبوا لي في كومنتر وانا العمل إن شاء الله على شكل ونصيحة كيف ما اليوم كنتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتم هذا الفيديو هذا مع فيديو جديد إن شاء الله وشكرا